الالبان. نبدأ مع بعض الشيء كريم حلقة جديدة من مادة شرح مادة الالبان. وهنبدأ في الوحدة التالتة. وكما عودناكم دائما في بداية كل حلقة بتم استرجاع على ما تم شرحه او على العنوين الرئيسية او ما يتم التأكيد عليه. الوحدة اللي هنشتغل فيها النهاردة ان شاء الله هي عبارة عن المنتجات الدهنية. طيب احنا اخذنا ايه قبل كده او شرحنا ايه قبل كده. شرحنا وحدة كاملة هي عبارة عن انشاء معامل الالبان. وكانت العناصر اللي بتتركز فيها او اللي تكلمنا عنها هي عبارة عن الشروط الواجب مراعطة عند انشاء معامل الالبان. خطوات ترخيص معامل الالبان. متى تلغى رخصة معامل الالبان. كان عندنا ايضا المعادن المستخدمة وشروطها المستخدمة داخل معامل الالبان. المنظفات وانواع المنظفات الموجودة داخل معامل الالبان او مصانع الالبان عمتا خدنا كمان في الوحدة الاولى الامن الصناعي وطرق التعقيم وطرق الغسيل دي كان كل محتوى الوحدة الاولى اللي بتتحدث عن انشاء معامل الالبان الوحدة التانية اللي احنا خدنا فيها لحد اجهزة نص السنة هي عبارة عن وحدة الجبن وكان اخر حلقة فيها كانت الحلقة اللي فاتت وحدة الجبن وحدة كبيرة جدا فيها كم معلومات عليها اسئلة كتير جدا في الامتحان طبعا بداية من تعريف الجبن اسس تقسيم الجبن خلي بالك الخامات الداخلة في صناعة الجبن خدنا كل الخامات خدناها خامة خامة بدأنا نشرحها توزيعة اللبن يعني انا هيفضل اصنع اللبن البقري يدخل في صناعة ايه لبن الجمهوسي يدخل في صناعة ايه خطوات عامة لصناعة الجبن الطريق اخدناها اخدنا خطوات عامة لصناعة الجبن الجفة اخدنا خطوات صناعة الجبن المزرلة اخدنا خطوات صناعة الجبن المطبوخة جميع انواع الجبن او محتوى الجبن اخدناه ختمنا الوحدة الخاصة بصناعة الجبن بعيوب الجبن وكان يسبقها الاساس او كيف يمكنك الاصراع من صناعة الجبن او الحصول على المنتج اللي عبارة كانت عن الاتجاهات الحديثة يبقى محتوى اه وحدتين اخدناهم اتكلمة فيهم بمنتهى التفصيل هنعمل انشاء كريم بعد الحلقة دي او بعد الحلقة المنتجات الدهنية اللي هتقد حوالي ثلاث حلقات ان شاء الله هنبدأ نعمل في صورة مراجعة احضر لكم ان شاء الله سين وجيم على ما تم شرحه بامر الله الواحدة بتاعت النهاردة اللي هنبدأ فيها ان شاء الله وهي عبارة عن المنتجات الدهنية المنتجات الدهنية مقسمة الى سلاسة انواع او سلاس منتجات رئيسية يعني عندي لبن سواء لبن بقري او لبن جاموسي عايز اطلع الدهن الموجود بداخله خلي بالك وابدأ احوله الى منتج اخر اول منتج هيتم الحصول عليه هو عبارة عن القشدة القشدة كما مرة اول منتج دهني عندي هو عبارة عن الاشطة تاني منتج دهني هو عبارة عن الزبدة تالت منتج دهني هو عبارة عن السمنة لما ابدأ في المنتجات الدهنية بالاشطة معنى كده ان فيه منتج اساسي ومنتج ثانوي او ناتج اساسي وناتج ثانوي هنبدأ بتعريف القشطة يا ترى القشطة تعريفها ايه الاساس في صناعتها طرق الحصول على القشطة حسابات القشطة صفات القشطة الجيدة المواصفات القياسية للقشطة كل دي هنبدأ ناخدها جزء جزء تب نبدأ بتعريف القشطة لو انا عايز اعرف القشطة القشطة جزء من مين جزء من اللبن عندي لبن لو انا طلعت منه الدهن الدهن مجموعه يساوي قشطة اذا القشطة تعريفها هي عبارة عن ايه هي زلك الجزء من اللبن المرتفع في نسبة الدهن وده صفة من ضمن الصفات اساسية لما ابدأ احصل على القشطة هيطلع عندي منتج اساسي وعبارة عن القشطة ومنتج سانوي يختلف اسمه على حسب طريقة الحصول عليه ازاي لان من طرق الحصول على القشطة طريطين اما الترقيد او الطرد المركزي نرجع لتعريف القشطة مرة تانية القشطة يعبار عن ايه ذلك الجزء من اللبن الذي يطفو على سطحه لو انا هعمل عملية ترقيد خلي بالك باقي المكونات تسمى مواد لا دهنية وتسمى لبن رايب لبن رايب لو انا هعمل عملية ترقيد لو هرقدي ايه اللبن كمان مرة تانية التعبار عن القشطة تعريفة ذلك الجزء من اللبن المرتفع في نسبة الدهن شيء طبيعي كمل معايا التعريف والمنخفض في نسبة المواد لا دهنية المواد لا دهنية اللي هي ما فيهاش ده طبعا القشطة هتكون مرتفعة في نسبة الدهن اعضر ان انا اقول مثلا مركزة في نسبة الدهن لا مقدرش اقول مركزة في نسبة الدهن امتى الدهن هيتركز معايا لما اوصل لاخر منتج او ثالث منتج دهني هو عبارة عن السمن اذا لما عرف القشطة هي ذلك الجزء من اللبن المرتفع في نسبة الدهن والمتحصل عليه اما اقول لك المتحصل عليه عندها خلي بالك فيه بطريقتين للحصول على القشطة الطريقة الاولى هي عبارة عن طريقة الترقيد او الجاذبية الارضية الطريقة التانية الطرد المركزي اللي بنستخدم فيه جهاز الفراز وخليك مركز جدا في جهاز الفراز لان الفراز عليه خمس مهارات في امتحان العملي الفراز احد الاجهزة الرئيسية لتشغيل معامل الالبان للحصول على المنتجات الدهنية لان بتبدأ المنتجات الدهنية من عند الفراز ابدأ استخدم الفراز في فصل الدهن اللي هو مجموعة دهن يساوي قشطة ارجع تاني لتعريف القشطة هي عبارة عن ايه هي زلك الجزء من اللبن المرتفع في نسبة الضهر والمنخفط في نسبة المواد اللي هدهنية والمتحصل عليه بالترقيد او الطرد المركزي من خلال التعريف بقى اكون عارف او اكون محدد طرق الحصول على القشطة كم طريقة اتنين اما ترقيد وتسمى بطريقة الجاذبية الارضية الطريقة التانية هي عبارة عن استخدام الطرد المركزي او استخدام جهاز الفراز طب نرجع للطريقة الاولانية اول طريقة اللي عبارة عن طريقة الترقيد او الجاذبية الارضية وطبعا سابتة معنا شغالة ما زالت شغالة طبعا شغالة في الارياف في اي حد فينا من ربي مواشي عندك ابقار عند الجموس بيطلع اللبن بيبدأ يرقد اللبن ده طيب علشان انا اعمل عملية ترقيد او بصيغة تانية اخد قشطة بطريقة الترقيد ما هو انسب ميعاد لترقيد اللبن ما هي انسب درجة حرارة لترقيد اللبن وعلى اي اساس يتم انفصال الدهن عن باقي المكونات نحن متفقين ايضا ان مجموعة دهن يساوي قشطة مجموعة دهن يساوي ايه قشطة باقي المكونات هي عبارة عن مواد لا دهنية هسمي المواد لا دهنية لها اسم هي عبارة عن منتج سانوي او ناتج سانوي لان فيه اساسي هو عبارة عن القشطة لاني بتكلم عن المنتجات الدهنية وفيه سانوي له عبارة عن اللبن الرايب في حال الترقيد اللبن او اللبن الفرز في حالة استخدام جهاد الفراز كمان مرة تانية تعريف القشطة وعبارة عن ايه ذلك الجزء من اللبن المرتفع في نسبة الدهن والمنخفض في نسبة المواد لا دهنية والمتحصل عليه ليطلق الحصول على القشطة اما بالترقيد او الطرد المركزي البقيد الجاذبية الارضية ما هو الاساس في صناعة القشطة عند ترقيد اللبن داخل الشوالي ماذا يحدث يحدث انفصال لحبيبات الدهن وصعودها الى اعلى برضو على اي اساس اش معنى حبيبات الدهن طلعت لوحدها على الوش وداتني طبقة القشطة يرجع لي ايه الى اختلاف الكسافة بين مين ومين بين الدهن اللي هو مجموعه يساوي قشطة وباقي المكونات للمواد اللادهنية التي تسمى باللبن الرايب كمان مرة تانية نرجع للنقطة الاساسية اخذنا التعريف وعارفينه كويس ونقوله كمان مرة هو ذلك الجزء من اللبن المرتفع في نسبة الدهن والمنخفض في نسبة المواد اللادهنية والمتحصل عليه بالترقيد او الطرد المركزي طب ما هو الاساس في صناعة القشطة ازاي القشطة تكونت انا هصنع القشطة تحت اي نظرية قل بالك يرجع تكون القشطة وانفصال الضهن عن باقي المكونات الى اختلاف الكسافة بين الدهن وباقي مكونات اللبن حيث ان الدهن اخف مكونات اللبن واصرعها في الصعود الى اعلى واصرعها في الصعود الى اعلى بمعنى لو انا رأت لبن داخل الشوالي او داخل ايناء من الفخار ويسمى بالشوالي تبدأ حبيبة الدهن تطلع من تحت لفوق هي هتطلع من تحت الفوق اللي اذا كانت خفيفة طبعا خفيفة لانها تعتبر اخف مكونات اللبن وذلك يرجع الى مين الى اختلاف الكسافة بين الدهن وباقي مكونات اللبن ازا الاساس في صناعة القشطة يرجع الى اختلاف الكسافة بين الدهن وباقي مكونات اللبن حيث ان الدهن اخف مكونات اللبن ولا اتقالها لا ده اخف اخف مكونات اللبن بنحب ندي مثال او تشبيه لو عندك كرة بلاستيك صغيرة خالص وانت نفقتها بالنفس الحجم كده حجم ايدي وغدت اصطعف المية وسبتها هتعمل ايه هتبدأ تطلع لفوق هتعوم لانها خفيفة وجواها هوا الهوا يعتبر مصدر طاقة حبيبة الدهن كذلك كل ما زاد حجم حبيبة الدهن داخل اللبن زادت سرعتها في السعود الى اعلى طب يا ترى احنا عرفنا ان الدهن بينفصل ازاي بصغة تانية ميكانيكية انفصال الدهن لتكوين طبقة القشطة عندي قانون يسمى قانون استوكس طبقا لقانون استوكس تزداد سرعة حبيبات الدهن في السعود الى اعلى بزيادة درجة تجمعها حيث انها تصطدم ببعضها فتلتسق اللي هي مين بنتكلم عنها حبيبات الدهن تصطدم ببعضها فتلتسق مين اللي بيلزى حبيبات الدهن ببعضها مادة لاسقة موجودة حوالين حبيبات الدهن تسمى مادة اللاجلوتونين اللاسقة بالاضافة الى ان كل حبيب الدهن تحمل شحنتين شحنة سالبة وشحنة موجبة مين الاقوى فيهم في كل حبيبة لو هنا الموجب اقوى يبقى السالب هتكون اضعف هتكون هي الموجودة في الحبيبة التانية نرجع تاني لكيفية تكون طبقة القشطة والاساس في صناعة القشطة الاساس في الصناعة يرجع لاختلاف الكسافة واحنا متفقين مع بعض ان الكسافة تعني وزنة يرجع الى اختلاف الكسافة بين الدهن وباقي مكونات اللبن حيث ان الدهن اخف مكونات اللبن وبالتالي اسرعها في الصعود الى اعلى وتكوين طبقة القشطة حبيبة الدهن وهي طلع من تحت لفوق حصل لها ايه؟ ده تخضع لقانون ستوكس ماذا يذكر قانون ستوكس؟ قانون ستوكس بقول ايه؟ بقولك تزداد سرعة حبيبات الدهن بزيادة درجة تجمعها حيث انها تصطدم ببعضها فتلتسق فتزداد السرعة ويتكون طبقة القشطة كمان مرة تانية طبقا لقانون ستوكس طبقا لقانون ستوكس تزداد سرعة حبيبات الدهن بزيادة درجة تجمعها حيث انها تصطدم ببعضها فتلتسق بسبب مادة اللاجلوتونين اللاسقة ده غير كده كمان تزداد فرصة الاستضام بحبيبات اخرى هي كانت حبيب الدهن واحدة طلع الفو خبطت فوحدة زملتها لازقوا ببع زادت السرعة وزاد المساحة او المحيط اللي هتصطدم بحبيبات اخرى كل ما جمعت حبيبات الدهن كل ما زادت السرعة ليه؟ الضغط بداخل حبيبات الدهن او القوة زادت بجمع قوة الحبيبات دي مع التانية مع التالتة مع الرابعة تزداد السرعة وتتكون طبقة القشطة ده اسمه ايه؟ الاساس في صناعة القشطة بالاضافة الى ميكانيكية صعود حبيبات الدهن او بصيغة تانية كيفية تكون طبقة الدهن نرجع للتعريف يبال احنا شرحناها جزئتين اتنين جزئت التعريف والاساس في الصناعة دخلنا معها كمان كيفية صعود حبيبات الدهن او كيفية انفصال حبيبات الدهن الكبرى تشمل الماء والدهن والبروتين وسكر لبن واملح ايه؟ معدنية اغلى مكون داخل اللبن هو عبارة عن الدهن اللي بيحدث سعر اللبن هو الدهن اللي بيحدث سعر المنتج اللي هيطلع من اللبن هو الدهن طب انا باتكلم في وحدة اسمها وحدة المنتجات الدهنية اللي بذكر حضراتكم تاني تشمل كم منتج تلاتة المنتج الاول او الناتج الاول هو عبارة عن القشدة الناتج الثاني هو عبارة عن الزبدة الناتج الثالث هو عبارة عن السمنة كل منتج اساسي او ناتج اساسي معه ناتج سانوي لان احنا عندنا وحدة كاملة هتتكلم عن ايه؟ عن المنتجات السانوية هبنكمل تاني اذا التعريف اخدناه وعرفنا من خلال التعريف ان طرق الحصول على القشطة طريقتين طريقة الترقيد وتسمى بالجاذبية الارضية تشد التقيل تحت والخفيف يطلع لفين لفوق اللي هي عبارة عن طريقة الجاذبية الارضية الطريقة التانية هي عبارة عن طريقة الطرد المركزي استخدام نظرية الطرد المركزي عن طريق استخدام جهاز الفراز جهاز الفراز طب نكمل نشوف انسب ميعاد لترقيد اللبن وأنسب درجة حرارة وإيه اللي هيحصل عندنا لو درجة الحرارة انخفضت أو ارتفعت عن الحد اللي أنا هأذكره لحضراتكم دلوقتي أولا أنسب ميعاد لترقيد اللبن هو فصل الشتاء من أكتوبر إلى إبريل علل كمان مرة تانية أنسب ميعاد لترقيد اللبن هو فصل الشتاء حددلي بالشهور من أكتوبر إلى إبريل إيه السر أو السبب أن أفضل ميعاد للحصول على القشدة خلي بالك أو القشدة أسمي ميعاد إشمعنا فصل الشتاء ليه السبب؟ إيه الموضوع؟ يا طرى الحيوانات بتتغزي على إيه في الشتاء؟ على العلائق الخضراء أو إيه البرسيم عند تغزية الحيوان على علائق خضراء بيحقق معي إيه؟ خلي بالك زيادة في كمية اللبن زيادة في نسبة الده زيادة في حجم حبيبة إيه؟ الده لذلك أي مربي ماشية يقولك ده أنا عايز إيه الجموسة أو البقرة تولد في الشتاء ليه؟ علشان خاطر تاكل برسيم أو تاكل علائق خضراء لما تاكل علائق خضراء حتزيد كمية اللبن حتزيد حجم حبيبة الده حيركز معي أو يرتفع معي نسبة إيه؟ الده كمان مرة تانية أنسب أو أفضل ميعاد لترقيد اللبن هو فصل الشتاء من شهر كام من أكتوبر اللي هو شهر عشرة إلى إبريل اللي هو شهر إيه؟ أربعة طول الفترة دي والحيوانات بتتغذى على علائق الخضراء عشان لما إيه لك يقولها في الامتحان علل يفضل أو أفضل ميعاد علل إيه السبب؟ سبب كده إيه؟ تغذية الحيوانة على علائق خضراء بالإضافة إلى انخفاض درجة الحرارة اللي نهيعمل عليها عملة الترقيد ده خلي بالك من اللي جاي إذن أخذنا التعريف أخذنا كمان الأساس في صناعة القشطة بالإضافة إلى ميكانيكية صعود حبيبات الضهر لتكوين طبقة القشطة أخذنا تاني خلي بالك أنسب ميعاد لترقيد اللبن بكرره تاني هو عبارة عن فصل الشتاء من أكتوبر إلى إبريل إيه المسببات؟ أن الحيوان يتغذى على علائق الخضراء وانخفاض درجة الحرارة يساعد في الحصول على أكبر كمية من الضهر موجودة داخل اللبن طب إحنا نتكلمنا عن الميعاد طب درجة الحرارة كل حيوان له درجة حرارة تناسبه طب أنا لو أعدت أقسم لك درجة الحرارة أنت ممكن تقيه في الأخبطك أقل درجة حرارة هي أربعة درجة مئوية أعلى درجة حرارة لترقيد اللبن اتنين وعشرين درجة مئوية إذن لما أجي أسأل حضراتكم وهقول لك أنسب درجة حرارة لترقيد اللبن تقول لي من كام لكام؟ بالضبط من أربعة إلى اتنين وعشرين درجة مئوية كمان مرة أنسب درجة حرارة لترقيد اللبن للحصول على الدهن لمجموعه يساوي قجدة خلي بالك هو عبارة عن أربعة إلى اتنين وعشرين لتختلف على حسب نوع الحيوان يعني الأبقار الأجنبية مثلا ينسبها درجة حرارة كام أربعة الأبقار المصرية ينسبها درجة حرارة كام افتراضة خمستاشر إذن من أربعة حتى اتنين وعشرين درجة مئوية كل نوع من أنواع الحيوانات ينتج لبن اللبن ده ينسبه درجة حرارة معينة جمعناها كلها في حيوانات ينسبها أربعة في حيوانات ينسبها سبعة في حيوانات ينسبها خمستاشر في حيوانات أو نوع من أنواع الألبان يسمى يعني ينسبه اتنين وعشرين درجة مئوية اذا محيط درجات الحرارة كله كم درجة حرارة من اربعة الى اتنين وعشرين درجة مئوية طيب لو حدث وانخفضت درجة الحرارة عن اربعة مئوية ايه اللي هيحصل لو حدث ايضا وارتفعت درجة الحرارة عن اتنين وعشرين درجة مئوية خلي بال اذا احنا متفقين مع بعض ان انسب درجة حرارة لترقيد اللبن من اربعة الى اتنين وعشرين وعند الانخفاض عن اربعة درجة مئوية خلي بالك ايه اللي هيحصل هتزداد لزوجة اللبن طب ما معنى اللزوجة تعريف اللزوجة خلي بالك في العام هي مقاومة المادة للانسياب تعريف اللزوجة مقاومة المادة للانسياب لزوجة اللبن هتزداد يعني هيتقل يبقى تقيه خالص حبيبة الضهر وهي طلع من تحت لفوق هتطلع بسرعة ولا هتطلع ببط هتطلع ببط ليه لان اللبن زادت لزوجة اللزوجة زادت بقى تقيل طب معنى كده ان مدة الترقيد هتطول ولا هتقصر لا ده هتطول ناتج عن ذلك ايه هيبدأ الدهن يحدث له تحلل ويكتسب الطعم المر نرجع تاني عند الانخفار عن اربعة درجة مقاوية اثناء ترقيد اللبن يؤدي الى زيادة لزوجة اللبن وبطء صعود حبيبة الضهر وطول مدة الترقيد ويترتب على ذلك اكتساب القشطة الطعم المرة كمان مرة تانية وخلي بالك من درجات الحرارة والارقام انسب درجة حرارة لترقيد اللبن من اربعة الى اتنين وعشرين درجة مقاوية وعند انخفاض درجة الحرارة عن اربعة درجة مقاوية ماذا يحدث تزداد لزوجة اللبن حبيبات الدهن هتطلع على السطح اللبن ببطء هتطول مدة الترقيد هتكتسب القشطة الطعم الايه المرة يبا اركز فيه دي كويس يبا اتراعي ان درجة الحرارة ما تنزلش عن كام عن اربعة درجة مقاوية واربعة درجة مقاوية دي درجة اه او انسب درجة للأبقار الاجنبية طب لو حدث العكس وارتفعت درجة الحرارة عن اتنين وعشرين درجة مقاوية بذكر حضراتكم تاني لو جالك السؤال اكمل انسب درجة حرارة لترقيد اللبن من الى من اربعة الاتنين وعشرين عرفنا في حالة الانخفاض ماذا يحدث اوتوماتيك على طول عشان لما ايجا اقولك علل اكتساب القشطة الطعم المرة انا اجيبها بقى من ايه من فوق علل اكتساب القشطة الطعم المرة ده بسبب ايه انخفاض درجة حرارة الترقيد مما يؤدي الى طول مدة الترقيد ويتحلل الدهنة خلي بالك وتكتسب القشطة الطعم المرة اما عند الارتفاع في درجة الحرارة عن اتنين وعشرين درجة مقاوية ايه اللي هيحصل ده احنا كنا في سنة تانية بناخد من ضمن الشروط الواجب مراعتها عند نقل اللبن ان يتم نقل اللبن في الصباح الباكر قبل الحرارة ما ترتفع غير كده كمان انا مش عايز ارفع درجة حرارة اللبن ما هو لو الحرارة الخاصة باللبن ارتفعت هتبدأ ترتفع معها نسبة الحموضة الحموضة لو ارتفعت مش هقدر ان انا اشكل اللبن زي ما انا عايز مش هعرف اعرض المعاملات الحرارية بمجرد تعرضه عند ارتفاع الحموضة ووضع اللبن على النار ويتعرض لدرجة الحرارة او المعاملات الحرارية هيديني لبن قطع او هيروب طب ما هو كده انا مش هعرف اصنعه انا عايز اصنع اما زبادي عايز اصنع جبن عايز اصنع اطلع قشطة اشوف انا عايز اعمل اي منتج ازا لابد اللبن يتحمل درجة ايه الحرارة طب لو ارتفعت الحرارة عن اتنين وعشرين درجة مئوية حترتفع الحموضة وهي يتجبن يتجبن اللبن قبل صعود كل حبيبات الدهر لتكون طبقة القشطة كمان مرة تانية كده طبعا هيب عندي هنا كده فاقد انا مش هعرف اخد قشطة بالكمية المضبوطة تاني كمان مرة عند ارتفاع درجة الحرارة عن اتنين وعشرين درجة مئوية تؤدي الى ارتفاع الحموضة وبالتالي تجبن اللبن قبل صعود كل حبيبات الدهر وبالتالي هيكون عندي فاقد ولا ما عنديش هيكون عندي فاقد من الدهر مش هاخد الدهر او القشطة بالكمية المرضية او الكمية القانونية هو عندي لما انا بفرز لبن الكام كيلو لبن يديني كام كيلو قشطة دي هنتطرق لها بعد كده اذا انسب درجة حرارة من اربعة الى اتنين وعشرين درجة مئوية ذكرنا لو انخفضت الحرارة عن اربعة ايه اللي هيحصل لو ارتفعت الحرارة عن اتنين وعشرين درجة مئوية ايه اللي هيحصل بنكررها تاني عند انخفاض الحرارة تكتسب القشطة الطعم المر نتيجة طول مدة الترقيد وتحلل الدهر انا باتكلم مع حضراتكم باكتر من صيغة بنجاوب على السؤال باكتر من صيغة او باكتر من طريقة لكن الاجابة ايه واحدة الاجابة واحدة اما عند ارتفاع درجة الحرارة عن اتنين وعشرين درجة مئوية يؤدي الى ارتفاع الحموضة لان الحموضة والحرارة متعلقين ببعض الحرارة ترتفع يبقى بوفر البيعة المناسبة لبكتيريا حمض اللاكتيك او البكتيريا الملوسة للبن خلي بالك تبدأ تنشط تروح على سكر اللاكتوز تحولوا الحمض لكتيك يرتفع الحموضة ازا بيبقى في صعوبة عندي في تشكيل او توزيع اللبن اثناء عملية التصنيع وهنا عندنا منتجات تحتاج الى درجة حرارة عالية ربا مش عرب اشكله يعني الزبادي اولا كل المنتجات بتستخدم درجة الحرارة بمجرد تعرض اللبن لدرجة حرارة هيروب خلي بالك او هيتكون اللبن القطع ناتجة ارتفاع الحموضة ازا عند ارتفاع الحموضة عن اتنين وعشرين درجة مئوية يؤدي الا عند ارتفاع الحرارة عند ارتفاع الحرارة عن 22 درجة مقاوية يؤدي إلى ارتفاع الحموضة وبالتالي تجبن اللبن قبل صعود كل حبيبات الده هيصبح عندي فاقد ولا ما فيش فاقد هيصبح عندي فاقد إذن ما تم شرحه في المنتجات الدهنية تعريف الأشطة الأساس العلمي في صناعة القشطة خلي بالك من اللي جاي ميكانيكية صعود حبيبات الده لتكون طبقة القشطة أنسب ميعاد لترقيد اللبن وبكرره تاني هو فصل الشتاء من أكتوبر إلى إبريل بسبب طوافر العلائق الخضراء وانقفاض درجة الحرارة وترجمنا الكلام قلت لحضراتكم أن لما الحيوان يتغزى على العلائق الخضراء بتزيد كمية اللبن تزيد حجم حبيبات الدهنة وبالتالي أنا اللي كسبان كمربي ماشية أو كمصنع منتجات دهنية أو مصنع منتجات لبنية أخذنا تاني غير أنسب ميعاد أنسب درجة الحرارة أنسب درجة الحرارة وذكرناها تتراوح من أربعة إلى اتنين وعشرين درجة مئوية وتختلف درجة الحرارة على حسب نوع الحيوان أنه كل حيوان يفضل له درجة حرارة معينة يتم ترقيد اللبن عندها ذكرنا أيضا في حالة الارتفاع بيحصل إيه؟ في حالة الانخفاض أيضا بيحصل إيه؟ أربع جزئيات اتكلمنا عنها طيب من خلال التعريف إحنا ذكرنا أن يتم الحصول على القشطة بطريقتين الطريقتين الطريقة الأولى هي عبارة عن الترقيد أو الجاذبية الأرضية أو الطريقة الفلاحي علشان أرقى دل لبن أعمل إيه؟ خطوات ترقيد اللبن أولا حيتم ترقيد اللبن داخل شوالي أو متارد الشوالي عبارة عن إيه؟ أواني فخارية مصنعة من الفخار الفخار لو أنا حطيت فيه لبن مباشرة أو رأيت فيه لبن مباشرة حينزل أو هيرشح لأن فيه الفخار في سقوب أو في مسام هيرشح من اللبن هينزل اللبن من إيه؟ من إناء الترقيد اللي هي الشوالي أو الأواني الفخارية طب أنا لازم أتعامل مع الأواني الفخارية أولا ويكون عندي خلفية أنا هتعامل معها إزاي؟ أول طريقة للحصول على القشطة هي عبارة عن طريقة الترقيد أو الجاذبية الأرضية طب خطوات ترقيد اللبن عبارة عن إيه؟ أولا رقم واحد توديك وصمت الشوالي ما معنى التوديك وما معنى الصمت التوديك هو عبارة عن دهان الشوالي من الداخل والخارج بلبن رايب اللبن الرايب هو عبارة عن إيه حضرات؟ عبارة عن البروتين عبارة عن إيه تاني؟ ما إحنا متفقين قبل كده وقالت لحضراتكم أن البروتين مقسم إلى الجزئين كازين مع بروتينات شرشي طب أنا هأدهن الشوالي من الداخل والخارج باللبن الرايب؟ أيوة هأدهنها باللبن الرايب من بره ومن جوه لسد المسامة طب عشان تستكمل سد المسام لازم أعمل عملية صمت معنى صمت يعني إيه؟ يعني أحط الأوان الفقرية اللي هي عبارة عن الشوالي داخل فرن على درجة الحرارة وليكن من تلاتين لحد أربعين هتبدأ تسيح البروتين يبدأ البروتين يحصل له عملية إذابة يوم سادد السقوب أو المسام الخاصة بالأوان الفقرية إذن أول خطوة من خطوات ترقيد اللبن أو الحصول على القشطة بطريقة الترقيد أول خطوة عندي هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن توديك وصمت الشوالي طب أنا عملت عملية توديك وصمت وأعمل عملية الحلابة خلاص؟ حطيت اللبن داخل الشوالي وضع اللبن داخل الشوالي الخطوة الثالثة وضع الشوالي في أماكن الترقيد طب مدة الترقيد صيفا كم يوم وشتاء كم يوم شتاء من اتنين إلى أربع أيام وصيفا من واحد إلى اتنين يوم إذن معاد الترقيد عارفينه مدة الترقيد صيفا من واحد لاتنين يوم وهجوه كلامنا عشان يرتفع الحموضة أما شتاء مدة الترقيد من اتنين إلى أربع أيام شتاء طب خلي بالك احنا بنقول في الصيف من واحد لاتنين يوم ترقيد اللبن إيه السر أو السبب أن مدة الترقيد في الصيف أقل من الشتاء في الصيف لأن احنا متفقين مع ارتفاع درجة الحرارة ترتفع الحموضة فيتيبن اللبن قبل صعود كل حبيبات الضهر وده يعتبر عيب خلي بالك لكن هي المدة المحددة صيفا للحصول على القشطة بطريقة الترقيد من واحد إلى اتنين يوم أما شتاء في الشتاء من اتنين إلى أربع أيام طب ماذا يحدث عند طول مدة الترقيد خلي بالك أو ماذا يحدث بسيغة تانية بقى لو مدة الترقيد أنا مدتش الكفاية بتاعت اللبن لأثناء عملية الترقيد الحصول على القشطة المدة بتاعتها يعني لو أقل من اتنين يوم في الشتاء احنا متفقين مع بعض من شوية أن أفضل مياعات هو فصل الشتاء لكن الصيف بتكون فيه حاجات بسيطة ظروف الترارية أن أنا مثلا هرقى دي اللبن أو الحيوان عملية الولادة جات في الصيف دي ما فيهاش مشكلة لكن احنا بنتكلم أن أنسب مياعات هو فصل الشتاء من أكتوبر إلى إبريل خلي بالك وأنسب درجة حرامة من أربعة إلى اتنين وعشرين هأبدأ أخذ القشطة بترقيد اللي تسمى بالجاذبية الأرضية نرجع لها تاني أولى طرق الحصول على القشطة طريقة الترقيد وتسمى بالجاذبية الأرضية خطوات ترقيد اللبن رقم واحد توديق وصمت الشوالي رقم اتنين وضع اللبن داخل الشوالي رقم تلاتة وضع الشوالي في أماكن الترقيد مدة الترقيد صيفا من واحد إلى اتنين يوم أما شتاء من اتنين إلى أربع أيام طب بنتهينا من الجزئية دي خلي بالك ما هي الشروط الواجب مراعاتها عند ترقيد اللبن داخل الشوالي؟ كمان مر السؤال ما هي الشروط الواجب مراعاتها عند ترقيد اللبن؟ خلي بالك للحصول على القشطة بطريقة الترقيد أو المتارد أو الجاذبية الأرضية أول شرط عندي وأنا بعمل عملية ترقيد للبن يوضع في مكان مخصص له بعيد عن الروائح الكريهة ليه؟ لأن اللبن من أكثر المواد الغذائية حساسية والتقاط للروائح بلطأت ليه؟ الريحة سريعة جدا يبقى أول خطوة عندي أو أول شرط عندي أن يكون بعيد عن مرصاد الرواح الكريهة خلي بالك بعيد عن أشعة الشمس المباشرة أشعة الشمس ليه؟ لأن أشعة الشمس هترفع من اللي اتفقنا عليها؟ الحموضة وبالتالي هيتجب أن اللبن قبل صعود كل حبابات الده إذن عندي كمان مرة تانية أول خطوة عندي في أول خطوة في خطوات الترقيد اللبن قلنا توديك وصمت الشوالي وضع اللبن داخل الشوالي وضع الشوالي في أماكن الترقيد اللي أنا بتكلم بالجوزئة بتاعت السؤال اللي أنا بتكلم عنها بقى يقولك إيه؟ ما هي شروط أماكن الترقيد أو ما يجب مراعاته عند ترقيد اللبن داخل الشوالي ما يراعى عدم تعرض أن يكون بعيد عن مرصاد الرواح الكريهة دي رقم واحد عدم التعرض للطيارات الهوائية ما هي لو يتعرض للطيارات الهوائية هيتعفر عندي اللبن وهيحصل عندي إيه؟ التلوث عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلي بالك عدم هز الشوالي أثناء الترقيد إذن ما يراعى عند ترقيد اللبن للحصول على القشطة بطريقة الترقيد أو الجاذبية الأرضية ما يراعى رقم واحد أن يكون اللبن بعيدا عن مصادر الرواح الكريهة أن يكون اللبن بعيد عن أشعة الشمس المباشرة ما فيش طيارات لا يعرض للطيارات الهوائية لعدم هز الشوالي أثناء عملية الترقيد طيب لو أنا ما عدي جنب الشوالي دي ورجلي خبطت الإناء الفخاري اللي يعبر عن الشوالي هتهزأ إيه اللي بيحصل؟ المجموعات الدهنية اللي اتكونت على السطح بتفك بتسيب بعضها وترجع تنزل تاني فيين؟ في اللبن نزلت وهتبدأ تطلع تاني في حالة النزول ممكن اللبن يتجبن عليها خلي بالك أصبح عندي فاقد يبقى تكلمنا عن مجموعة الجزئيات بدأناها في المنتجات الدهنية التعريف وعرفنا طرق الحصول على القشطة طريقتين إما ترقيد أو الترد المركزي طيب اتكلمنا ايه تاني؟ الأساس في صناعة القشطة بالإضافة إلى ميكانيكية صعود حبيبات الدهن لتكوين طبقة القشطة أخذنا أنسب ميعات لترقيد اللبن أخذنا أنسب ضرية حرارة وذكرنا فيها عند الإنخفاض ماذا يحدث وعند ارتفاع الحرارة عن 22 ماذا يحدث أخذنا أول طريقة اللي هي عبارة من طرق الحصول على القشطة طريقة الترقيد أو الجاذبية الأرضية خطوات ترقيد اللبن داخل الشوالي أو باستخدام طريقة الترقيد رقم واحد توديك وصمت الشوالي اتنين وضع اللبن داخل الشوالي تلاتة خلي بالك وضع الشوالي في أماكن الترقيد أربعة نزع طبقة القشطة بعد إجراء عملية الترقيد خلي بالك وأستخدم اللبن الرايب اللي عندي أعمله جيبنا قريش وأبدأ أغسر الشوالي وأحفظها في مكانها طب نستنتج من ذلك إيه أن المنتج الأساسي في المنتجات الدهنية أول منتج عندي هو عبارة عن مين بالزبط القشطة المنتج الثانوي يسمى لبن رايب في حالة ترقيد اللبن داخل الشوالي أو داخل أي إناء كل معايا كده الطريقة التانية من طرق الحصول على القشطة هي طريقة الطرد المركزي أو الفراز خلي بالك إذن الطريقة الأولى كانت عبارة عن إيه خلي بالك طريقة الترقيد هنعرف عند طريقة الترقيد إن شاء الله هنبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله الطريقة التانية للحصول على القشطة ودايما وقتنا بيخرط مع حضراتكم بسرعة جدا على وعد بلقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله كان معكم مهندس ناشة الأساس موجه مادة لألبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة